مصر الخير كيف تكون شو الأخبار حكيت عن البصل هذا البصل طبعا البصل أنواع منه البصل الأحمر البصل اللي يمر من هالمرحلة هاي لها المرحلة هاي اللي يتقلب الزيت وتكرمل بيصير فيه مادة اللي بتعطيه هاللون الأسمر الدهبي فيه ناس بتطيفه أكتر هادي البصل يستخدم العحد علمي بأكلتين هلا بسوريا وبلبنان في شي اسمه المجدرة بقولوا المجدرة أكل مقدرة عند أخوتنا المصريين فيه أكلة قريبة إلى طبعا مع اختلاف الفوارئ هلا المجدرة هي مقلفة من البرغول البرغول هو الأمح المسلوق بعدين بيتنشف بيتجفف بعدين بينطحم عادة أكيد راح تشيل للأشرة فوائد الموجودة بالأشرة راحت ولكن خف فيه كتير كمية النشا هذا شي ملاحظ بالمقابل بالمقابل طبعا مع البرغول ويتقلق قبله عدس أو ينسلق قبله عدس العدس البني طبعا ومكونات المجدرة هي العدس طبعا وزيت الزيتون أكيد بدون نضاف أخر شي والبرغول راح تضيف عليه البصل اللي هو تكرمل بهذا الشكل وعادة ما بتنأكل إلا هيك عند أخوتنا المصريين في الكوشري اللي مألف من الرز الرز بالمجمل عند الناس اللي عندهم تحسس الجلوتن اللي عندهم ذا زلاقي في منهم يأكلوا أكيد الرز ما في منهم يأكلوا البرغول هاي ملاحظة كتير مهمة الجلوتن موجود بالقمح والشيلم والشعير والشوفان غير موجود بالرز والزرة والتابيوكا والبطاطا هلا كبرغول هو الأمح ممنوع عند الناس اللي عندهم داء زلاقي بالمقابل بالمقابل الرز ممكن يأكلوا اللي عندهم داء زلاقي هادي أحد الفوارق بين الأكلتين هلا مين بنصح الرز أكتر ولا البرغول البرغول لما عم ينسل عم تشيل جزء كتير من النشاة الموجود فهذا بيتخلى من ناحية تفوق على الأرز من ناحية النصح الناس بيقولوا الخبز الحاف بعرض الكتاف هاي مو دايما الخبز خصوصا إذا كانوا القمح لأنه يحتوي على الجلوتن إضافة لشي تاني أنه الخبز لما بينعمل ليش بينصح لأنه فيه مادة الخميرة هاللي بيسموها يمكن الخميرة الفورية خميرة البيرة بالمقابل الماكرونة الموجودة بالكشري أكيد هي وخصوصا إذا كانت مصنوعة من القمح فهي ممنوعة إذا كانت مصنوعة من المواد الثاني فهي بتنصح أكتر لأنه فيها شو فيها فيها كمان الخميرة لأنه مصنعة إذا أي مادة فيها الخميرة خميرة البيرة إذا أخذت قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين فهي بتنحف فتأثيرها على الجسم بيكون تأثير استقلاب هالدام يعني بيحرق الدهون إذا أخذتها مع الأكل فبتنصح لهيك مننصح الناس اللي بدون ينصحوا يأخذوا خميرة البيرة طبعا موجودة بالصيدليات بالتابلس أو مضغوطة يعني مضغوطة لأنه نفسها بتشوفوا الزرار نفسها أو الحبيبات الخميرة مضغوطة بهذا الشي يخفف طعمتها لأنه طعمتها مزعجة أحيانا ممكن تأخذوها إذا كانت عديم ممكن تأخذوها مع عصير ممكن تأخذوها مع لبن ممكن تأخذوها مع حليب حسب أنتو نزم رددكم ممكن تأخذوها مع ماء أو تأخذو الحبوب لأنه حافظ ومعظمنا بلجأ لهذا الموضوع فأما قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين إذا بالنسبة للمجدرة لما منضيف نحنا البصل اللي مقلب اللي صار أخذ بهذا اللون أخذ بهذا اللون تكرمل فأكيد نحنا رح نزيد فاعلية اللاكتينات الموجودة بالبصل بصل له فوائد كثيرة منقلة دم للشعر للبشرة للجهاز القلبي الوعائي ولكن بالمقابل لما بتأكلوا هالأكلة فأنتو بتزيد كمية اللاكتينات اللاكتينات حكيت عنها من قبل هي مواد بتتشكل منجسمنا من الأكل بالمجمل من الأكل اللي منناكله إما بتكون اللاكتينات مفيدة أو إما بتكون اللاكتينات ضارة ولكن بعظما بالمجمل لما منسمى اسم لكتين فهو معناق ضار بالمجمل ممكن يسبب الاتصاق للكريات بأشكالها ممكن يسبب الكريات الحمر والتصاق للكريات البيض وهذا أحد نظريات عن تشكل الجلطات وممكن يشكل اتصاق للخلايا وبيعون سرطانات فبالمجمل البصل لما نحن نكرمله بهذه الطريقة فبعده بتقل كمية الكراميل لهذا اللون اللي بيطلع مثل السكر المحروق كمية السكر تتضاعف هذا الشكل من السكر رح يؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن مو بس لأنه موجود في زيت زيت طبعا لما بتعرض للحرارة رح يفقد كتير من خواصه رح يتأكسد هاي كانت ملاحظة بس عن أكلة المجدرة وأكلة الكشري شو الفرق أو وين فينا نقول ما فينا نقول هاي مفيدة أكتر أو هاي مفيدة أكتر كل شيء له مزايا حسب التركيب الموجود فيه طبعا للناس اللي بيفيدهم طبعا مثلا زمرة أو بدأ تاخد أمح شو منقول بهذا الموضوع العدس من بيفيد من أي زمر طبعا أنا ذاكرهم بفيديوهات تاني الرز والماكرونة طبعا هاي دي المكويلات والبصل البصل مشترك تقريبا بين هالأكلتين ما بعرف إذا فيه أكلات تانية يستخدم فيها البصل المقلة بالمجمل بهذه الطريقة هاد كان الفيديو عن فوائد البصل أو أضرار البصل سلام ألا الناس اللي بيقدروا ياخدوا الرز بالداء الزلاقي سيلياك ديزيز ما بيقدروا ياخدوا القمح تمام هاد كان الفيديو نعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسم سلام